والشحناء دفعته للخصام الشحناء اللي جوه قلبه اللي مليان ظلم وحقت وحسد على الآخرين دفعوا انه يخصموا انه لما يقابلوا يعرض هذا ويعرض هذا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بالزبط علشان كده ربنا عايزنا مجتمع متحاب ربنا سبحانه وتعالى يحارب أهل الشحناء وأهل البغضاء حضرتك مرتين كل أسبوع كل أسبوع ربنا بيحاربهم في يوم الاثنين والخميس لما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى كل اثنين وخميس يغفر الله لانظروا هذين حتى يصطلحاء سيبوا دلدعوا أهل الحقد لحقدهم الله يدفعهم مرتين كل أسبوع ويدفعهم مرة في السنة في ليلة النصف من شعبان نقول للمتشاح والمتخاصم وهو من المستثنى يلحق نفسه يعملين يلحق دلوقتي نفسه بقى أيوة يعملين يتصل على اللي زعله يستسمح اللي أذاء اللي أذاء بشكل مباشر طبعا لكن قصد ما يعدش يستغفر على اللي هو عمله لا هو يستغفر بس لا بد أن أستسمح من ظلمت أن أقول له لقد ظلمتك في كذا وأرجو المسامحة سمحني أنا زعلتك في كذا وأرجو المسامحة في الموقف الفلاني أنا أذيتك أذيتك وهزمتك نفسيا وأنت كنت على حق بس أنا جئتك الآن وأتقدم إليك بالأسف والاعتذار فاقبل عذري علشان كده الشاعر قال لنا والتاني برضو يقبل العذر يحاول يقبل العذر آه طبعا ويسامح طبعا كن قابل العذري سوابه أكبير أعلى طبعا أعلى كن قابل العذري واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي الله لذلك سيدنا الإمام الحسن البصري يعني سبحان الله كان بيصلي بالليل وهو بيصلي بيدعي بيقول اللهم اغفر لمن ظلمني ده مش بيقول انتقب منه أي مش بيقول ولع فيه ده بيدعيله آه اننا سامحوا دي مرحلة معروفة ممكن نوصل الله كمام لكن ادعي يغفر له آه لكن ادعي اللي ظلمني اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي بالضبط اللي انا اخطأت في حقهم بالضبط بدعوا ان ربنا يغفر له فقال له يا إمام لقد سمعتك تكثر الدعاء لمن ظلمك حتى تمنيت ان اكون ممن ظلمك يا الله دي حاجة غريبة قوي انت بتدعي للناس اللي ظلمتك آه قال له يا هذا ألم تقرأ قول الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله انا ببشر ببشره دلوقتي اللي بيسامح واللي بيعفو واللي بيقبل اعذار الناس انا ببشره ببشره برضوان ربنا انا بقول له مبروك عليك الليلة دي مبروك عليك ليلة النصف من شعبان مبروك عليك ذي ما غفرت له يغفر الله سبحانه وتعالى لك وكما عفوت عنه الله جل وعلا يعفو عنك اهو لا عايز يلحق نفسه من المتشحنين او المتخصمين الحل اهو والدعاء اهو وتلحق شكرا